وشدد الرئيس السيسي على أهمية أن تكون مؤسسات الدولة قوية وقادرة بما يسهم في منع الكثير من التحديات وخلال كلمته بالأكاديمية العسكرية طمأن الرئيس السيسي المواطنين على الأوضاع في الداخل مؤكدا مرور البلاد بظروف صعبة يعاني منها أيضا الكثير حول العالم فإذا كانت الدولة بمؤسساتها قوية وقادرة سدقوني ده بيمنع كتير كتير من الشرور يعني وعايزة أطمئنكم أيضا على الأوضاع في الداخل صحيح أنه بنمر بظروف صعبة جدا زي ما كل الدول تقريبا بتمر بده وده أمر إحنا ما صنع نهوش بأنفسنا يعني ونممكن قلت مرة قبل كده ما عرفش يعني أن ده وصل لكم ولكن لما قلت أن إحنا ما دخلناش في حروب واقتتال ضيعنا في قدرات الدولة المصرية ومستقبلها لا ما عملناش كده إحنا كنا حرصين في كل ردود أفعالنا أن إحنا يعني نتسم بكتير كتير من التوازن ومن الحكمة في التعامل مع كل المشاكل اللي بتقابلنا وكان حتى موضوع الإرهاب ده فرد علينا فرد إحنا حرصنا جدا جدا من أول يوم لو حد من طبعا أنتم يعني الشباب صغير لكن أكيد بتعرفوا ده يعني في 2013 و14 إحنا كنا حرصين جدا جدا على أن ما حصلش أبدا أي شكل من أشكال الصراع أو أي شكل من أشكال الاقتتال لكن ده يعني كان اختيارهم وكان لابد أن إحنا نجابي هذا الاختيار شكرا